موسيقى مشاهدين الأعزاء مشاهدي ميسات نيوز نحييكم ونقدم لحضراتكم جولتنا الإخبارية اليومية نبدأ معكم بأهم العنوين موسيقى الرئيس محمد مرسي يؤكد أنه رئيس لكل المصريين ويتحاور مع الجميع ويتحمل مسئولية أي قرار موسيقى جبهة الإنقاذ تعلن رفضها المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس مرسي موسيقى أهلا بكم وإلى التفاصيل انتخبت الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية أمس نيافة المطران نيوفيتوس بطرياركا جديدا للكنيسة الأرثوذكسية البلغارية خلفا للبطريارك ماكسيموس الذي توفي نوفمبر الماضي وذكرت شبكة ABC الإخبارية أنه تم اختيار البطريارك نيوفيتوس من بين ثلاثة مرشحين في اقتراع سري شارك فيه 14 أسقفا يذكر أن البطرياركا نيوفيتوس حصل على أصوات 90 عضوا من أصوات أعضاء المجمع الانتخابي المكون من 138 عضوا وأشارت الشبكة إلى أن مراسم تتويج البطرياركا نيوفيتوس أقيمت في كاتدرائية أليكساندر نيفسكي بالعاصمة البلغارية صوفيا وحضرها زعماء كنسيون ومسؤولون من الدولة وممثل جماعات دينية أخرى على صعيد السياسة الداخلية قال الرئيس محمد مرسي أنه رئيس لكل المصريين ويتحاور مع الجميع موضحا أن معاناة الشعب المصري تسبب له ألما شديدا وأضاف الرئيس خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامي عمرو الليفي أنه لم يكن يتصور أن الفساد في مصر كان بهذا القدر ودع الرئيس جميع القوى السياسية إلى جلسة حوار وطني اليوم لمناقشة ضمانات العملية الانتخابية وذلك بمقر رئاسة الجمهورية مؤكدا حرصه على شفافية الانتخابات البرلمانية المقبلة وأضاف أن إجراء الانتخابات البرلمانية استحقاق دستوري لابد من تطبيقه مؤكدا بقوله ليس لدينا معارضة وأغلبية ولابد أن نجري الانتخابات البرلمانية لإنهاء المرحلة الانتقالية واضح أنا كنت رئيس حزب الحرية والعدالة وكنت عضو في مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين وتكويني النفسي وتكويني الإنساني وتكويني الاعتقادي ومعرفتي ودريتي العلمية أيضا المختصة بتكويني وترتيبي هذا التاريخ له تأثير عليه وهو جزء منه لكن أنا الآن رئيس كل المصريين وبالتالي أتشاور مع الجميع وأتحمل مسؤولية القرار كاملة عندما أتخذ لأن هذه المسؤولية مسؤولية دستورية ومن جانبها أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس مرسي لمناقشة ضمانات العملية الانتخابية معتبرة هذه الدعوة بعد تحديد موعد الانتخابات أمر غير مقبول وقال خالد داود المتحدث الرسمي باسم الجبهة في تصريحات صحفية إن الجبهة لن تشارك في الحوار دون أجندة واضحة أو آليات تضمن الالتزام بنتائج الحوار وأوضح داود أن الدعوة إلى الحوار تأتي في إطار العبث غير المقبول خاصة أن النظام الحالي يكرر ما فعله منذ أن أصدر الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر من اتخاذ قرارات ثم دعوة القوى السياسية إلى مناقشتها أعلن حزب النور السلفي مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي دعا إليها رئيس الجمهورية وطالب بسام الزرقى أحد قيادات الحزب خلال مؤتمر صحفي بضمنات واضحة لتحقيق نزاهة العملية الانتخابية وأشار الزرقى خلال المؤتمر إلى أن الحزب على استعداد بالتحالف مع أي حزب يتسم بالمرجعية الإسلامية وغير رافض للشريعة وكان حزب النور اشترط شرطين رئيسيين لمشاركته في الانتخابات أولهما أن تكون تحت رقابة دولية وثانيهما هو إقامتها في ظل حكومة مستقلة ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على أربعة مراحل حيث تبدأ المرحلة الأولى يوم الثاني والعشرين من أبريل بدلا من يوم السابع والعشرين من نفس الشهر وفي سياق المتصل قال عبدالله المغازي المتحدث باسم حزب الوفد إن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة انتحار سياسي في ظل وجود حكومة دكتور هشام قنديل مؤكدا ضرورة وجود حكومة محايدة يتم تشكيلها فورا قبل الحديث عن الانتخابات ومن جانبه قال دكتور محمد البردعي رئيس حزب الدستور منصق جبهة الإنقاذ الوطني إن إجراء الانتخابات النيابية المقررة في أبريل المقبل قد يؤدي إلى اندلاع الفوضى وزعزعة الاستقرار وهو ما قد يستدعي تدخل الجيش على حد قوله وأضاف البردعي في تصريحات صحفية إن الانتخابات جزء من البناء الديمقراطي وقبل الدخول فيها يجب أن يكون هناك دستور ديمقراطي وقضاء مستقل وإعلام مستقل وأشار البردعي إن الجبهة تتجه إلى مقاطعة تلك الانتخابات نظم عدد من الحركات والإتلافات المناصرة للجيش مليونية اليوم قدام النصب التذكاري للجند المجهول بمدينة نصر والمعروف بالمنصة لدعم القوات المسلحة في مواجهة محاولات الأخوانة التي تتعرض لها جميع مؤسسات الدولة ودعم رموز وقيادات القوات المسلحة بعدما تردد الكثير من الشائعات عن إقالتهم خلال الفترة الماضية وشارك في المليونية العديد من الحركات مثل الأغلبية الصامتة والعسكريين المتقاعدين وعدد من الفصائل والقوة السياسية الداعمة للجيش المصري أغلقها ألترس المصري منفذ الرسوة والنصر الجمركي ببورسعيد صباح اليوم وتم منع سيارات عمال الاستثمار الوافدين من محافظتي الدقهلية والإسماعيلية من دخول منطقة الاستثمار وقام شباب الألترس بإغلاق المنطقة الحرة للاستثمار وإشعال إطارات السيارات لمزيد من التفاصيل إلى حضراتكم هذا التقرير موجة من العسيان المدني ضربت العديد من محافظات الجمهورية تأكاد تقترب من قاهرة المعز فاستمرارا لتجاهل مطالبهم المتعلقة بالاعتراف بشهداء ومصاب أحداث بورسعيد تواصل العسيان المدني بمحافظة بورسعيد لليوم التاسع على التوالي حيث قامت مجموعات المتظاهرين بإغلاق منفذي الرسوة والنصر الجمركي وطريق الشاحنات وطريق شرق بورسعيد وإقاف حركة قطارات السكة الحديد ومنع أكثر من 35 ألف عامل قادمين من المحافظات المجاورة للعمل بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار توقف العمل في جزء كبير من القطاع الحكومي ومصلحة الجمارك وهيئة ميناء بورسعيد وغياب كامل من قبل الطلاب بجميع مدارس المحافظة بالإضافة إلى زيادة حدة الظاهرات بالمحافظة ورفع لافتات سوداء تأكيدا على العسيان المدني أما من جانب الرئيس مرسي فأكد جدية الدولة في سرعة إعادة بورسعيد كمنطقة حرة وقال إن مجلس الشورى تسلم مشروع قانون بإعادة العمل بالمنطقة الحرة وأعلن الرئيس أنه سيقوم بزيارة بورسعيد قريبا وأنه تم تخصيص قضاة للتحقيق في حوادث القتل التي شهدتها بورسعيد والسويس لأعلن نتائجها للرأي العام قوات الجيش الثاني الميداني تركزت لتأمين منطقة الاستثمار التي عكفت على تأمينها كمنشأة من الداخل والخارج التقى وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي اليوم ضباط ورجال القوات الجوية لإدارة حوار مع كبار القادة استمع به إلى أرائهم واستفساراتهم في المجالات شتى وأشهد السيسي بالدور البطولي الذي يقوم به رجال الجيشين الثاني والثالث الميدانيين في تأمين مدن القناة والمنشآت الحيوية والمجرى الملاحي لقناة السويس وأكد السيسي أن القوات المسلحة تظل تعمل على الوفاء بالمهمة المقدسة التي ألقيت على عاطقها في الحفاظ على الوطن ومكتسبات شعبه العظيم كما طالب وزير الدفاع القادة والضباط على جميع المستويات بتوفير جميع الإمكانات للارتقاء بالمجندين وتأهيلهم للمهام والواجبات المكلفين بها ومن أخبار الاقتصادية أنهت البرصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع جماعي لمؤشراتها الأربعة رغم مشتريات المصريين والأجانب ليفقد رأس مالها السوقي نحو مليار وسبعة وثمانين مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات القياسية تراجع المؤشر الرئيسي اي جي اك ثيرتي بنسبة فاصل سبعة وخمسين من المئة بالمئة فيما شهد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اك سيفينتي بنسبة فاصل ثماني وخمسين من المئة بالمئة وتراجع أيضا مؤشر اي جي اك سون هندرد الأوسع نطاقا بنسبة فاصل تسعة واربعين من المئة بالمئة وننتقل إلى الأوضاع السورية استقبل وزير الخارجية محمد عمر اليوم معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني لقوة الثورة والمعارضة السورية كما يجري وزير الخارجية مباحثات مع الأخضر الإبراهيمي المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا وتتناول المباحثات تطورات الأوضاع في سوريا والاتصالات الجارية لإيجاد حل سياسي للأزمة هناك وكذلك الجهود التي تبذلها مصر لوقف نزيف دم السوري ليس كسبا للوقت وليس مماطلة النظام رفض أبسط الأمور الإنسانية وهي إطلاق صراح المعتقلين وقلنا أطلق النساء أولا صراح النساء وهو لم يتخذ أي خطوة في ذلك هو الذي رفض الحوار بنوع من المماطلة الدائمة نحن دائما مفتوحون للقرارات التي تؤدي إلى إيقاف القتل والتدمير وهذا النظام عليه أن يفهم أن الشعب لم يعد يريده ومن جهة العنف السوري قالت الهيئة العامة للثورة اليوم إن الجيش الحر أسقط طائرة من طراز ميج في مدينة حلب فيما أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمقتل 43 شخصا بين راني قوات الأمن اليوم معظمهم في إدلب ودمشق وهدد المتحدث باسم الجيش السوري الحر فهد المصري باستهداف أي قيادات من حزب الله يتورطون في الدم السوري وقال المصري إن معدل خسائر حزب الله في القتال اليومي مع الجيش الحر ثلاثة مقاتلين كل ثلاث ثاعات دعين الرئيس اللبناني إلى التدخل للجم حزب الله من استخدام الحدود اللبنانية في قصف الجيش الحر وفي سياق المتصل قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن دمشق مستعدة لإجراء محادثات مع المعارضة المسلحة في البلاد وفقا لما ذكر التقارير إعلامية وأضاف خلال زيارة إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي سرجي لفروف أن الحكومة السورية مستعدة لإجراء حوار مع كل من يرغب في ذلك حتى مع من يحملون السلاح لأنها تعتقد أن الإصلاح لن يحدث عن طريق إراقة الدماء ولكن فقط عن طريق الحوار وأكد لفروف أن الحل الوحيد المقبول في سوريا هو تسوية سياسية للنزاع المستمر في البلاد منذ عامين مضيفا أنه على الشعب السوري تقرير مصيره من دون تدخل أجنبي وننتقل إلى فلسطين حيث أكد عيسى قراقع وزير شؤون الأسرة في السلطة الفلسطينية الإصرار على التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بالتنصيق مع السلطة لمقاضات المسؤولين الإسرائيليين الذين تسببوا في قتل الأسير عيسى جاردات وقال قراقع في تصريحات لراديو صوت فلسطين التابع للسلطة الفلسطينية أنه أجرى مشاورات مع أكثر من مؤسسة حقوقية دولية أبدت تأييدها لمساعدة وملاحقة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية ومن جانبه نفى بشدة رئيس الأمن الدبلوماسي بوزارة الدفاع الإسرائيلية عموس جلعاد الادعاءات بأن السجين الأمني جاردات قد تعرض للضرب حتى الموت في السجن وأكد جلعاد أن هذه الادعاءات الكاذبة تستهدف إشعال النار وإثارة العنف سعيا لخلق أزمة في المنطقة أعطى الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال أمس إشارة بدء العمل في وحدة الإنتاج رقم واحد بمنشأة مدينة إن أميناس الغازية الوقعة بولاية إليزي بجنوب شرق البلاد والتي تضمن نسبة 35% من إجمالي إنتاج الغاز وقال سلال في كلمة ألقاها بعد إعطائه إشارة بدء العمل في المنشأة الغازية التي تعرضت لهجوم إرهابي ضخم في السادس والعشرين من يناير الماضي على يبدى عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب قال إن وجوده اليوم بمنشأة الغاز التي تعرضت للهجوم الإرهابي هو كتحية تقدير لكل الجزائريين في تصديهم للإرهاب الدولي الذي أراد المساس بالاقتصاد الوطني وأضاف أن الموقع الغازي الذي عاد إلى الخدمة مجددا دليل على أن الاقتصاد الجزائري ما زال واقفا أعلن الجيش التشادي عن مقتل 23 جنديا تشاديا و93 إرهابيا في معركة وقعت مؤخرا في شمال مالي وذكر بيان صدر عن قيادة الجيش التشادي نقلته الإذاعة الجزائرية الرسمية أمس أن جنوده دمروا أيضا ست عربات تستخدم من قبل المسلحين في القتال أول أمس الجمعة في منطقة شمالية مالي وأشارت الإذاعة إلى أن هذه الخسائر تعد الأكبر التي منيت بها القوات المساندة مالي موضحة أن تشاد تنشر قرابة 1800 جندي حاليا في مالي وهي أكبر كتيبة أفريقية تنتشر في هذا البلد في الساحل الأفريقي حذرت بارك غونهي أول إمرأة تصل إلى سدة الرئاسة في كوريا الجنوبية بأنها لن تقبل بأي استفزاز من كوريا الشمالية متعهدة باتباع سياسة بناء الثقة خطوة خطوة حيال الشقيق العدو الشمالي مثلما كانت وعدت خلال حملتها الانتخابية وقالت بارك في خطاب تنفيبها أن التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية أخيرا هي تحدي لبقاء الشعب الكوري ومستقبله مضيفة يجب أن لا يخطئ أحد بأن الضحية الكبرى لن تكون سوى كوريا الشمالية نفسها وطبقا للخط الذي اتبعته خلال الحملة الانتخابية أكدت بارك أنها ستتبع سياسة تقوم على بناء الثقة مع بيونج يونج مؤكدة أنها سوف تتحرك خطوة خطوة على أساس قوة رادعة لها مصدقية فاز نيكوس أنستاسيادس مرشح حزب اليمين الديمقراطي القبرصي أمس في الانتخابات الرئاسية ليكون الرئيس السابع لجمهورية قبرص وذكرت وكالة الأنباء القبرصية أن أنستاسيادس حصل على 57.5% من إجمالي أصوات الناخبين في الدورة الانتخابية الثانية وأشارت إلى أن الرئيس المنتهي توليته ديمتريس كريستوفياس أجرى اتصالا هاتفيا بأنستاسيادس هنأه خلاله بالفوز بالمنصب الرئاسي وخاد أنستاسيادس المؤيد لأوروبا المعركة في مواجهة استافروس ملاس المستقل المدعوم من الحزب الشيوعي القبرصي ومن المقرر أن تكون أولى مهماته السعي إلى الحصول على خطة إنقاذ دولية للجزيرة المتوسطية وصلنا إلى محطتنا الرياضية حيث يخوض فريق سموح اليوم اختبارا صعبا أمام الجونة بملعب برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الخامس بالمجموعة الأولى بالدور العام ويدخل الفريق السكندري المباراة برصيد خمس نقاط في المركز الخامس فيما يحتل الجونة المركز الثامن بنقطتين فقط في المقابل يلتقي في الثامنة مساء اليوم الزمالك والمقاولون العرب باستاذ الدفاع الجوي أملا في مواصلة سلسلة الانتصارات بعد الفوز بالمواجهات الأربع الأولى على الاتحاد السكندري والاتحاد الشرطة والداخلية وبتروجيت ليحتل صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن الإسماعيلي ونختتم معكم هذه الجولة الإخبارية بالنشر الجوية والتي نستعرض من خلالها أحوال التقص غدا كما يتوقعها خبراء الأرصاد الجوية حيث يصود تقص دافئ على السواحل الشمالية مائل إلى الحرارة على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والمتوسطة والعالية جنوبا والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة وإلى حضراتكم بيان بدرجات الحرارة الصغرى متوقع الليلة والعظمى غدا في القاهرة الصغرى 14 العظمة 29 واد النطرون 10 24 الإسكندرية 12 26 مطروح 12 25 طنطة 14 27 المنصورة 39 تميات 14 26 بورصعيد 14 26 الإسماعيلية 12 29 السويس 14 30 سانت كاترين 28 شرم الشيخ 18 31 الغردقة 15 30 المينيا 14 30 أسيوت 14 31 سوهاج 16 32 قنى 16 33 الأقصر 17 33 وأخيرا في أسوان 19 34 وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم نشكركم لمتابعتكم وإلى اللقاء موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة